يسعد وقتكم واهلا وسهلا فيكم انا ام ونذر واليوم الحلو تبعنا كتير سهل اغلبكم هلا بعد ما بدي شوف الفيديو بدي قوم يساوي اذا كان عنده حبتين من الموز ادمانه سهل وبسيط انا بكتب المقادير تحت الفيديو كمان بحكيه وانا عم اشتغل يلا سوى نشوف المقادير وطريقة التحضير عندي هون حبتين من الموز بدي اهرسون بالشوكي او بالسكين او اي شي اذا كان الموز عندكن اصغر من هاي الحبة فيكن تستخدموا ثلاث موزات كمان بيصير يعني ما بيؤثر ابدا على الوصفة من بعد ما هرسون هيك بها الشكل هذا هلا بدي حطون بزبدية وبيدي ضيف عليهم كوب من البسكوت المطحون بيصير السادة يعني انا طحني هاته البسكوت فيكن تحطوا اللي على شوكولات او اللي ما بيكون فيه شوكولات كمان بيصير لتنين بيصير خلطون هيك ليتدخلوا كلهم مع بعضهم لحتى ايه سيروا متل عجينة صغيرة وبتركنوا على جنب بكسروا اللي راح ضيف ثلاث اكواب من الحليب وفيكنوا تضيفوا مسلا كوب من الحليب وكوبين من المي كمان بيصير يعني هذا الكوب التالت هلا لكل كوب بدي حطله معلقة من النشا معلقة شوية تكون كبيرة يعني من من النشا وبننخلطون على البارد لانه بكتل النشا عنه اذا كان يعني دغري رفعنا على النار فلازم ندوبوا على البارد وكمان بدي حطله كل كوب معلقة من السكر يعني ثلاث معالق من السكر باخدهم هلا برفعهم على النار وبيستمر بالتحريك مفروض ما نوقف يعني حتى ما يلزقوا النشا لانه بيضلي رسي فلازم نضلع من حرك هلا هون سخن عندي الحليب بس لسا ما تقل فحطيت معلقة من الزبدة وكمان بحركوا بعد ما تقل شوية صار القوام بهالشكل هدا بدي حط بالغطة شوية من ماء الزهر او بتحطوا ماء الورد او تستغنوا على اتنين يعني حسب ما بتكون انتم بضني عم حركوا لحتى تلاقوا هيك صارت الفقاعات تطلعت قيلة خلص هيك صار عندي انا هدا جاهز بدي اطفئ تحتو هلا واخدو ضيفوه هو ساخن فوق البسكوت والموز اللي حضرناهن قبل شوي بنزل كامل كمية وبخلطهم مع بعضهم يعني بدي يداخلوا كمان مع بعضهم هيك يصيروا كله الروح واحدة هلا بعد ما خلطهم هيك بتحبوا تحطون مثلا بكاسات او زبادي بصير او تحطون كلهم يعني بايركس صينية واحدة كمان بصير حسب ما بتحبوا انتم فانا رح حطهم صينية واحدة وبدي بعد ما نزل كامل كمية دخلهم على البراد فيكن تعملوه من قبل بيوم مثلا وتتركوه بالبراد فترة يعني لتاني يوم او تحطوه مثلا لاربع او خمس ساعات لحتى يتماسك ويبرد منيح يعني هو يفضل يكون بارد بقدنا ناكله من بعد ما برد للتزيين انا مجهزة هون عندي الكراميل فيكن تحطو جوزهن فيكن تحطوه من البسكوت المطحون نفسه زينو الوجه او مثلا عندكن الكريمات زينو فيه الوجه يعني اللي بتحبوه انتم فيكن تعملو حالة كتير سهل وبارد ورطيب يعني ما بياخد وقت ابدا وشفتو كيف يعني المكونات بسيطة سهلة بدي بس ام قطعة تشوفوه كيف شافين قوامو كيف يكون بيضل هيك رطيب ويعني قريب هو للمهلبية بس طعمته كتير كتير طيبة نكهة الموز فيه كتير طيبة والكراميل اضاف له كمان نكهة حلوة معو ازا بتحبو انتم تحطو كمان معلقتين من الجوز الهند مع البسكوت كمان بيصير رح يطلع الطعم كتير طيب بتمنكن عجبكن شغلي لليوم ازا حابين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناتين قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى